معي بالستوديو وبالشقة الأول الشقة السياسي الأمين العام لتيار المستقبل شيخ أحمد الحريري مصر الخير أستاذ أحمد وأهلا مصر الخير مصر الخير فيك بالنبيان أول مرة بتحل علينا ضيف بالستوديو إلينا شرف معيك تحديدا ومع أسرة الانبيان من أصحابها لأخر موظفية شكرا لإلك على كل حال مواضيعنا معك كتير اليوم أنت مجرد ترح اسمك هو دسم رح يكون تنشوف إذا إن شاء الله يكون يتسنلنا الوقت أن نقدر نحكي بكل شيء من المواضيع الأساسية وبالشقة الثانية من حلقتنا رح نكون مباشرة مع أصحاب المولدات لنشوف نحنا اخترنا ثلاثة لنشوف كيف يعني شو بدون يعملوا حدا بيطفي حدا ما عم بيطفي لنشوف شو الأزمة اللي هني واقعين فيها وأيضا رح يكون معنا بمستشار وزير الطاقة من اللي يحكي لنا مباشرة أنه شو ممكن تكون هالجمعة لأنه حكي وزير أنه هالجمعة ممكن تكون فيه انفراج مع خالد نحلي بالنفايات رح نكون بس بطلالة لنشوف كمان نفايات اللي رجع تالتة طرقات رئيس اتحاد بلدية الضاحية سيد محمد درغام كمان رح نشوف شو بده يقولنا به هذا الإطار وكمان بدنا نعلون من اسمح لي أستاذ أحمد بدنا نعلون اليوم هلأ أنه بكرة منشآت الزهراني رح تسلم خمسة مليون خمسة مليون ليتر بشكل أنه يقدر يغطي كل الأراضي اللبنانية إذن منشآت النفط بالزهراني بكرة رح تبدأ بتسليم خمسة مليون لتر من مادة المزود لكل الأراضي اللبنانية لحتى يتسنى تأمين المزود للمولدات والقطاعات كافة وهي بلشت أصلا أن نتأمل للمستشفيات والأفران يعني للأسف أنه صرنا عم نخبر الخبر العاجل أنه تأمين المزود يعني هيدا عاكل حال رح نكون بتفاصيل معه لهذا الخبر بالشيء الثاني بديفوت معك بالحياد دغري يوم الحياد كل وسائل الإعلام على الحياد أول شيء أول ما سمعتوا البطرك الراعي هل اعتبرتوا أنه كان موقف وعابر أم أنه كنتوا بيجو أنه هيدا بده يصير مثل كرة النار ويتدحرج لنبلش نشوف أنه كافة القوى السياسية في لبنان شو رح يكون موقفها وفجأة أنه يتحول لمشروع أنه ممكن يمشي ممكن ما يمشي قبل ما فوت بتفاصيل وشو المطلوب منه بداية موضوع الحياة في لبنان منه موضوع جديد موضوع انطرح بعدة مراحل منذ نشأة البلد ب43 لليوم وهو موضوع إجباري ينترح لكسرة تأثيرات الخارجية على البلد الإقليمية منه والدولية وكمان لأنه موقعنا الجغرافي موقع صعب فنحن ما بين سوريا وما بين فلسطين المحتلة المحتلة من إسرائيل فإذا تعرض البلد للعديد من العذابات عبر التاريخ من 43 لليوم طلع أصوات كتير نادت بموضوع الحياة شو موضوع الحياة؟ خلينا نحكي يعني نبسطه شوي ما كتير ناخده مباشرة على الصراع تعريف بدنا تعريف بالكلمة الحياة اللي بيقسم يعني مش الفكرة من طرح أي شي بالبلد إنه ضغر تمترس حوله منه شي معه شي ضد خلينا نقشه خلينا نفهمه خلينا نستوعبه شوي كل شيء اللي هو مصلحة في البلد من سياسات إن كانت اقتصادي اجتماعي من مظلة تحمي لبنان من هالتجاذبات اللي حكيت عنها قبل شوي بيكون جزء من الحياة يعني لما أجل رئيس حريري بعد اغتيال شهيد رفيق الحريري أعلن لبنان أولا فبشو لبنان أولا يعني هو أخذ قرار مصلحة لبنان أولا وهو أخذ قرار طبعا ترجم بجلسات الحوار بعدين بما يسمى عبارة النائب النفس وكانت واضحة بالحوار اللي صار عند رئيس ميشيل سليمان بوقتها وكان فيه كل الكتل نيابي وكلهم وافقوا عليه حكومة مئات صحيح من هذا المنطلق اليوم كيركي دائما كانت بجنب مصلحة لبنان تاريخيا مش من هلأ مش من هزي اللحظة وحاولت انه اليوم يعني تحافظ على الصيغة تبع البلد ضمن اكيد التنوع والحفاظ على خصوصية هيدا التنوع ضمن الوحدة اللي موجودة اكيد فيه شعور اليوم لدى عدد كبير من اللبنانيين انه وجه هيدا البلد فيه محاولة تغييره لانه فعليا لبنان لما بدأ الرئيس الحريري الشيخ ساعد اخذ قرار بانه يحيده عن ازمات المنطقة كانت بالالفين و تلتعاش عندما بدأت المفاوضات برعاية الرئيس بري بوقتها بعين التين ما بين مستقبل حركة امل وحزب الله نجحنا بانه نحيد لبنان ونرفع يعني تذكري بوقتها كان بلش التفجيرات عم بتصير بالبلد سيارات وانتحاريين هوني سيارات وانتحاريين بترابلوس وبالبقاع وبالضاحي وبكل المناطق على السفارة الايرانية كان في تحضير الجو معين كان في تحضير لا لا مش عم بيحكي قبل اختيار رئيس شهيد عم بيحكي بالالفين وثلاثة عش عفوا نحكي بالالفين وثلاثة عش الفين وثلاثة عش نقلنا المشكل اللي كان بيّن بزوره على الأرض قلنا انه نربط نزاع عليه بالسياسي لنحمل بلد من النار اللي بدأت يجي عليه نجحنا بهذا الموضوع من الالفين وثلاثة عش لقاءة عين التين اللي سألت بيكونوا بنحزب الله بداية بدايتها لقاءة عين التين جابت حكومة توافق تبعت رئيس تمام اسلام وهي أسست للتسوي نحكيها صراحة طبعا ضعيا هيدا الصمام الأمان أو ربط النزاع بموافقة الكل بعد ما نضموا عليه الأطراف المسيحية من القوات اللبنانية من العونيين بالتسويه اللي حصلت ضعيا لآخر حكومة رئاسة الرئيس الحريري اللي استقالت بعد الحراك اللي حصل بالشارع هون كان في بقى لحظة تنازع كبير عم تحصل بالمنطقة ما بين المشروع الإيراني وما بين المشروع الأمريكاني حتى مت انه هاللبنان المحمي من الالفين وثلاثة عشرة الالفين وتسعة عشرة من هذا الصراع انه لا يصير ورقة رئيسية ضمن هذا الصراع قبل كان محيّد قبل أصلاً كان محيّد عن هال حلاً ما بدي أقول كان محيّد كان في مظلة استقرار كان في أولويات مش قمع الدولي والدول العربية كان في ائتفاق كان في أولويات بس اليوم شهدنا يعني كان لازم وواجب علينا نحنا دايماً نعرف مسلمي كل ما يصير شي بالعراق لازم نرائب شو انعكساته باللبنان هذي كان يقول لرئيس شامعون بالزمانات وهي حقيقة انظروا إلى العراق اليوم بالعراق في ملف مع رئيس الوزراء الجديد رئيس مصطفى القازمي ضبط السلاح لخارج الدولي أجعلنا أنا عم بيحكي بهذا الموضوع بدأ مشاورات مع كل الفصائل اللي بسبب الحرب اللي حصلت بالعراق حملت سلاح وصار في عندها يعني كتائب مسلح بكل أطراف فإذا هالمهم اللي عنده مهمة أمنية واضح أكيد حركت بلبنان توجه بأنه يا لبنان أنت شو أنت قزمتك اقتصادية بس العراق ما عنده إسرائيل ع حدوده أكيد أكيد ما مش مش أنا أنا عم والقازمي مش محيط حاله أبدا لأنه عامل هلأ بده يعمل جولي على إيران والسعودية وأمريكا أنت اليوم بحاجة لقازمي لبناني محل حكومة ورقة النعوة اللي موجودة عندها حكومي ما حدا بيستقبلها حكومي عم تستنجد هي والعهد بشخص ناجح مثل اللواء عباس إبراهيم لتصرف من رصيده بالجولات اللي عم بيعملها أنا أخشى على اللواء عباس إبراهيم أنه يفشل لأنه تعودنا برأسنا أنه دائما عم بينجح بالمهمات وبخاف أنه يغرقوا معهم بالشي اللي عم بيصير واللي عم بيعملوه بس هني نتيجة الحصار هني بسموه حصار هي ليوم فيه عرار واضح عم يدقل شك الحكومي يا أخي من مستقلي ما بدي يكون فيها حزب الله واضح اللي عم بنحكى بالبلد يعني إذا حزب الله بدي يدلو بقلب الحكومة واضح أنه ما في مصاري للبنان هذا الشرط طب حزب الله كان بحكومة الرئيس سعد الحرير وما كان محاصر الرئيس سعد الحرير لا هذا بأكد أنه كمان نحنا وصلنا لمحل بدنا ننهي الأزمات بدنا نفوت بالحلول يعني أنت من 2013 ل2019 ما تغيره ما بعده حزب الله بعده سلاحه بعدها إيران وبعدها مشاكلها مع أمريكا لا تسرعت الأحداث هلا لأنه فيه نية للوصول للحل أنه تكون 2020 نهاية بنهايتها نية من مين؟ نية مش عدوة لي لأنه البنطقة ما فيها تكفي بس نية لمجتمع الدولي بتعرف شو بده بدك تسلم حزب الله لا لا عطينا رأس حزب الله واخده ما يدهيش العالم ما عنده مشكلة بسلاحه أنا أبليك خذيها من آخر المشكلة فيه بالسلوك سلوكه بسوريا سلوكه بالعراق سلوكه باليمن بالبحرين أما سلاحه ده بيناتنا كان لبنانية محسومة هادي من زمان اللي بيفكر أنه هذا الشي مش صاح يراجع مظبوط هو الهدف هلأ هن فرق معهم هيدا الموضوع هن فرق معهم إسرائيل والتاني نقطة الأساسية هي موضوع ترسيم الحدود لباقي ترسيم ما تبقى من الحدود البرية وترسيم ما تبقى طبعا ما فيه اتفاعل حدود البحرية حدود البحرية هاي ما فينا نتعاطى مع هيدا الموضوع بخفة وبانتظار أنه بننطر شو العروض اللي بلد تجينا نحنا بنآمن بأنه هذا الملف لازم يبقى بيد الرئيس بري بحكمته باللحظة المناسبة أنه يصير له حل لأنه زمن حل بهذه الطريقة سمح الله يمكن ينحل بنزاع مسلح وهذا ما بدنا يجيه داخل البلد نقطة الثانية اللي نحنا عم نعيشها اليوم هي إذا بدك هالمواطن شو طالب شو بده بده لبا العصفور هل طلب المستحيل أنه هل إذا طلب كهرباء هي مستحيل هي شيء من الفضاء لا هل إذا طلب أنه نفايات تنضاب شيء عجزت عنه الدول الأخرى أبدا هلأ عم بيخلوه يرجع يطلب الأساسيات اللي صارت من المواطن عم بيطلب كرامته وأنا هون رسالة أظن لكل يعني الفرقاء السياسيين واللي منهم طيار المستقبل واللي بتشكيل مجلس النواب من هدي الأحزاب عندنا فرصة بعد عندنا فرصة إذا أطلقنا حوار واعترفنا أنه في مشكل إذا ما اعترفنا أنه في مشكل مع الناس منكون عايشين بالفضاء مثل ما بعض الناس اللي هلأ عايشين بالفضاء مثل ما البعض الناس من هلأ ما شايفوا أنه هذا الحراك كله سفرات وهذا الحراك كله أنه ناس مش موجوعة أخير الناس جاعت ليه ما بدك تشوفها هادي الناس بتتأمل أنه يصير حوار معه اليوم إذا بدنا نقرب لقدام بالنظرة بالبلد ونشوفها بشكل صحيح بدنا نروح على حوار مع كل هادي الناس اللي نزلت اللي يكونت حالا حوار شو بدك تعمل مع الناس لقدام شو العناوين اللي بدك تحطلهم يوم حيات شو أنت عندك بتقولهم إنه لا أنا ما بدك بدي بدي أعمل حالا يوهر معهم عاولوياتهم عاولوياتهم اي بس ما شو عاولوياتهم لا نزلوا بس ما أنت كل حكيك أول شي لا نزلوا العالم على الشارع برأيك عم بت فهمنا بس أنه أنت كل حكيك عم تأكد من البداية أنه نحنا صراعنا كبير نحنا صراعنا أمريكي إيراني طويل يعني هلأ أنت إذا بتجي بتقولهم للناس أنه نحنا اللي هي الحكومة هلأ أوكي في فساد وفي هادر وفي سرقة وفي كتير وبتصير يعني وبكتير بلدين بتصير فيها بس اليوم نكشفت كل الأمور في مشروع عم بيبلش بلش أخذ مراحل هلأ أقوى شي كان الأزمة الاقتصادية كنا نقول أنه إسرائيل كل عشر سنين 13 سنة 15 سنة بتعمل ضربة للبنان والهدف هو كمان أنه ضل لأنه خايف الترسين اللي هي على حدودها وصلنا هلأ عملنا أزمة اقتصادية مالية اللي حجزنا مصريات العالم حصار أوكي نحن ضليعين أو أنه نحن شاركنا فيها بس كمان في شي من بره كان الأساس رجعنا هلأ ما زبط هيدا المشروع لأنه صندت الناس فتنالهم بمشروع بدنا نفوت بمشروع جديد هو مشروع الحياد والحياد لوين بيوصل خليلي علك أنا شو عم مسمع بكل هيدا بيوصل الحياد السلام مع إسرائيل لا لا ما حدا بيقبل بهذا الموضوع بتحيط حالك عن إسرائيل نحن بالنسبة لقلنا العدو الأساسي الأبدي الموجود لقلنا وإسرائيل ما بدنا وبعتقد لبنان آخر من يعني بتحكي بهذا الموضوع فيه يعني السوري يمكن يروع على سلام قبلنا راح الفلسطيني قبل مصري راح الأردني راح لبنان تركيبته تركيبة لبنان تركيبة مختلفة سعودي والمصري والأي ولكن لبنان شو رأيك فيهم؟ هيدا كان منيح؟ أنا رأيي بلبنان ما تخطيبه ما بدك تعطيني الموضوع أنا بالنسبة لألي إسرائيل في مين جرى بيتعامل معه بالزمنات داخل لبنان شو كانت نتيجتها؟ جبية وصلبية كانت نتيجتها مش سلبية كارثية دمار كانت دمار لبنان لازم نتعلم من لي صار هذا الشي مش مش محطوط على طاولة البحث أساسا ولازم يكون مسلمة لدى الجميع أما اليوم أني أنا دلني بفكرة الهزيمة المنتصرة دائما ما بيمشي الحال طب أنا اليوم هل لبنان قادر سعر الصرف عنده يكون سابت سابت أكيد لا البنوك لا هل لبنان عم بعطي مقارنة هل لبنان بسعر صرف سابت بودائع مليئة داخل البنوك بنمو 5-6% بمشاريع عم بتصير أفضل من لبنان اللي عم نعيشه اليوم أكيد أفضل حتى للمشروع الإيراني أفضل أنه لما يتفاوض على الطاولة عنده لبنان قوي الزمن والوقت ونوقف الانهيار اللي عم بيصير بس هون بدك تفصلنا عم نحكي حكومي رح نحكي لأنه فيه معالجة أزمات وعم نحكي فيه هلا فيه الطرح الجديد اللي هو الحياد اللي نعم عرفنا حياد بعد ما ما قلوه نوات شو هو هل برأيك هو فقط هيك طرح عابر أم إنه لأ هيدا طرح منظم وشو موقف المستقبل منه نحنا آخرت نهار موقفنا ما حجبلك ياه يعني من من محل بعيد موقف طيار المستقبل هو النائب النفس اللي حكي عنه شيخ سعد بي أنا يعني إذا بدك تجربة الوطنية اللي عملها الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت مبنية عشو مبنية على علاقات حصن مع الجوار العربي أكيد كان أولهم سوريا وثانيهم الخليج وأنه لبنان يرجع على الخريطة الدولية طبعا هذا لا يعني إن حلت كل الأزمات داخل لبنان لأنه لبنان كان طالع من حرب أهلية طويلة والمتحاربون تعبوا شلحوا تعب العسكرية ولبسوا بدلات وفاتوا عمجل السنوات ما صار فيه باللبنان مصالح حقيقي لأن أعترف صار فيه تعب من الحرب اللي حاصلة وصار فيه قرار ومظلة دولية إنه تنرح تروح هذه الحرب لأنه إذا فعليا بدك تحلي الحرب الأهلية في لبنان بدك تروح إلى تحاكم مين كان مسؤول عن الحرب الأهلية هذا ما صار بالبلد إلا على شخص واحد اسمه سامير جعجة إلا نحكي الأمور كما هي تنرية وبشفافية وبوضوح الإمام صدر بقول ما هذا التوجه يعني إذا بدك بداخدك مشاعرنا كلنا بقول أنه لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه سيد حر مستقل عربي الهوية والانتماء والانتماء طب إذا اليوم أنا هذا البلد أخذته على هذه الأسس ما بكون حياتته عن صراعات غير عربية طب الصراع الأمريكي والإيراني هي صراعات عربية هل إذا لو صراع بين مصر والأمريكان مش بارب أنا من ضمن هالهوية العربية هيمسني هيدا الصراع بس أنا شو قلي بالهوية الإيرانية والأمريكان لما يتصارعوا مع بعضهم عم بعطيهم مساحة عندي بلبنان أن يقوموا بهذا الشيء ثانيا شكل الحكومة المقبلة ما عش فيه يكون مثل كل الحكومات اللي صارت قبل لأنه اليوم الأزمة عندك أزمة مالية اقتصادية اجتماعية طبعا تلحقها بشكل كبير أنت بديك تفتش عن قازمة مالية القازمة عجبكم القازمة لا مش عجبنا يعني بس معلش يعني القازمة قبلت في إيران داخل العراق بعد ما بعد الناس القريبة من الإيرانية اتهموا باختيال قاسم سليماني أو بإعطاء الإشارات لاختيال قاسم سليماني ما علش إنه الخطوتين بالوراق للعراق ليه ما فيهم يكونوا كمان خطوة بالوراق داخل لبنان إلى الوراق عفوا داخل لبنان يعني بدك رئيس حكومي نتيجة تسوية جباري بده يجي رئيس حكومي مقبول ليحكي مع الصندوق الدولي وأولا صندوق النقد وكمان العالم طبضه يعني بيجي 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 من التسوية اللي وصلتنا لهم بعبنا نكون كمان لتيجة تسوية؟ صندوق النقد إنه لازم يكون تقني وبيشغل بس إنه ما لازم نردخله إنه وين هادي؟ مين بيموله لصندوق النقد؟ قدام مصرياته جاي من أمريكا؟ كيف يعني بدنا ندير البلد بهذه الطريقة؟ جزء كبير من ما هي تبرعات لصندوق النقد مين أكبر متبرع لإله؟ وعاكي بده بده يطلب عليك شروط؟ شو هالحكي؟ بس صندوق النقد بده يفصل على إياسه آه ماشي مفصل على إياسه وينما كان؟ ليه فيها جنزة سياسية ليش لحد تترضى فيها؟ ليه بمصر راح صار ثالث قرد عم بياخده عم بفتح سيسي رئيس جمهورية مصر؟ ليه؟ لأنه فيه زلمة بيعرف يشغل حاطت خطة خلق 16 مليون 17 مليون وظيفة من أول ما أجل اليوم عامل نموه بشكل كبير طبعا هلأ مع كورونا واللي حصل بالعالم نضرب كله سوا بس عم بحكي بالمرحلة ما قبل كورونا وهو مضى الخمسة المليار الجديد بنصف كورونا بس هو صندوق النقد بيتعامل مع مصر مثل ما بيتعامل مع لبنان بيتعامل مع الدول أنت عندك عناصر القوة اللي بتبينيها أنت اليوم مختلفة مبان قداش الدان الحكومة بتقول شيء ولجنة المال بتقول شيء تاني ده مين بدو يقبضك؟ معلاش في قصص داخلية نحن عمل من فوت على التفاصيل أنا بدي تخلص لي من الموضوع النظرة يعني من الخارج طب بيختلف اتنين هلأ على أنه أي شيء بدو يصير بلبنان خلص ما بقى فيه رجع على ورا وما بقى فيه استاتيكو ونمشي ونرجع نستنزف حالنا لا هلأ بالنسبة للأمريكان اللي عم تقول الصراع اللي هو كبير الأهم هو الأمريكي الإيراني ومنعرف كمان أنه فيه انسجام أمريكي صعودي على أي شيء ممكن يحصل لا ضمن تلو يعني حتى الموة في الفرنسي صار قريب على الموة في الأمريكاني بهذا الموضوع يعني بس نحن بالنسبة اللي قالنا للبنان مين اللي عندهم التأثير مين ده عندهم التأثير هو إيران أمريكا والسعودية أوكي بس شو عم شو تدخله شو أجو شو أقول لك توصل على محل هني بدو نقول لك يعني من لما بلشت العقوبات لليوم بدو نقول لك أنت أنه إذا بدك نحن نرجع نفتح لك الحنفية بدك نرجع نحط لك أكسجين بدك تنفذ هيك وهيك وهيك أنت طالعة بتسبيك اليوم شو يعني أنت بس ما هو عنده شروط أنت طاهرة يعني بالخطاب معه للسعودي أو للإماراتي أو للكويتي أو للخليجي ما تراجعي شو صار بالفترات السابقة طب افترض نحن غازلناهم لأنه صبح وظهر وعشية رح يساعدونا يا حبيبتي ما بدون ندو أخضر ما مش قصة دو أخضر في قصة كيف ترجع بتترتب العلاقة اللي نادينا فيها من زمان نحن أنه خليها العلاقة منيحة ما نروح للكسر لأنه الكسر ما بيرجع ترميم متل ما كان قبل إذا بدك ترممي لما ما تكسري شغلي في نجان هلا ما بقى فيه ترميم ما فيه صعب بدك ترجع الرئيس سعد الحريقي دوين عطيني دليل مش من زمان كتير لما حكوا بمجلس أعلى للدفاع ولما حكوا ب قالوا أنه هذي كلها تخريفات صحفية ماليش عند فريق اليوم عم بيجي يخوف اللبنانيين إنه أدالكم بالشارع ودالكم عم بتطالبوا جاي داعش لتكلكم نفسه هيدا الفريق اللي قاعد فوق بعبدا وبيعمل لي اجتماعات شي بطعمي وشي بلا طعمي بس ما مولت الإمارات ما مولت على الأرض الإمارات وين أعطيني دليل ما عنا مخابرات قوية ما عنا مخابرات قوية فيه مخابرات فيه جهاز طويل عريض أمني عند حزب الله ومن كل الأجهزة الموجودة صح؟ للدولة يعطي دليل كتير مني يحتير يعطي دليل هلا كان فيه صار فيه أدلة وين صار حكى كمان أنه حتى ما تقري أنه حكى عطيني دليل دليل ما فيه اليوم بتقليلي هلا الدليل مش عندي الدليل عند الأجهزة الموجودة بتقليلي معركتهم مع حزب الله ايه معركتهم مع حزب الله مش من اليوم بس ما كانش ركي بتوترات اللي صارت على الأرض قديمي قديمي مع حزب الله معركتهم منذ ما تدخل طب هلأ الدول العربية بدأ مصلحة بيهن؟ لا بفتش عن مصالحة ما حدا بفتش عن مصلحتك إذا أنت محددتها انتبهي لين إحنا مفكرين حالنا أنه نحن سانتر الكون مالفاهمين أنا هذه العقلية تابعتنا إذا نحن ما حددنا أولوياتنا وقلنا شبادنا مثل ما عم تقولوا ورقة أساسية واحد نان يعني صرنا سانتر ومن نروح عند كل الناس بس بروح صرنا سانتر بخطة واحد لا نحن مفكرين حالنا هلأ صرنا ورقة أساسية وين ورقة أساسية؟ ورقة أساسية ما انتقلت بأول حلقة انت ساحة ساحة اليوم عم بلعبوا فيك طب تنخلص من موضوع الحياد خلصنا من موضوع الحياد الحياد طرح هيدا طرح وبدو يعني بس هو نفسه نائب النفس يعني نائب النفس مين وفق عليه نائب النفس صار كمين بعدين على كارت يعني مع مكان لا مصر على كارت أجاب حزب الله حطه بل بل نفسكم عن السعودية إذا صار فيها شيء نحن عمنا بنفسنا مصلحة البلد عن مين مكان ما عنا مشكل لشيل بلدي من الصراع بس أنا قلتلك شغلة تاني أنا حكيت عن وجه لبنان شو الإنجليزي الفرنسي استعماري وجه لبنان ووجه عربي خلينا نشوف الصورة اللي زوتنا فيها المية من التسعة وخمسين كمان مشروع الحياد للبناني يعني من زمان وجاء هيدا المشروع مطروح قديم قديم رجع البترك السفير البترك السفير الله يرحمه كمان كمان طرحه بس مثل كمان زعيم عميل قدي عفوا العميد قدي طرحه طرحه كمان ساذ غسان تويني إذا ذاكره بمجلس الأمن يعني لما كان صراع الإسرائيلي يعني هيدا كلمته بتنقذ تاريخيا بتنقذ لأنه منحسوا أنه مش منحسوا وهو مشروع له امتدادات خارجية خد النائب النقص بعدين البترك الراعي لأول مرة ليش ما طرحوا من قبل يعني هالبترياركية اليوم رجعت فاتت بسياء التاريخي للسياسة البترياركية عن إيان الصفير خصوصا العداوة مع الرئيس ميشيل عون هالعداوة الحرب الأهلي من الحرب من الحرب الأهلية هجرت مين أكتر شي تهجر فيها من بعدها مسيحيين صح؟ تهجر من كل بس المسيحيين أكتر شي تهجر لأنه حسوا بعد ما خلصت الحرب أنه هني أكلوا أكتر شي الفاتيكون والبترك خايفنين اليوم على المسيحيين من السياسات الهمايونية طبعة العهد تهجيرهم وتبع صهر العهد طب ما كان عنده لأنه هاي دي السياسة اللي عم بيتتتبع اليوم هي نفسه الخطاب اللي تتبع بالحرب الأهلية وقت ما صار فيه القومية المسيحية وتنادى فيها وكانت نتجتها كارسية على المسيحية في خوف عند الفاتيكون فعلي من أنه هاي دا الخطاب هيهجر البقيين بوضوح ليه بده يتحرك بترك طب شا عملك يعني إذا فيه عهد عم بيشغل مظبوط ولا مصلحة المسيحيين اليوم تحرك البترك هو أكبر انتقاس للمكان لوصله العهد للتردي لوصلوله بسياستهم اليوم لما يطلع البترك يقول خلونا نصير شحادين شو يعني كلمة كبيرة هاي أنا صغيرة نقرأ كل كلمة عميحكيها في صرخة لا مش في صرخة في رفع غطاء حقيقي عن العهد ليه بدك تقريها غيرها هيك قريتها بس كيف قريت لك أن زيارة الوزير بيسيري اليوم لعنده لعنده هادي زاره وظهر من التسوي مع حزب الله طالب موعد ظهر من التسوي ايه تقريبا لحكي اللي حكي كأنه ظهر من التسوي هلا هو أخد كلام مكتوب وما وما جعوب على اسمه الإخوان بالحزب بدو يفيقوا وأنه هذا الزلمة هلا الحزب يمكن يطلعوا لعنده للبترك هادا الزلمة بروع إسرائيل لعام رئيس جمهوريه بدو يفيقه هلا قاد ايه طبعا مش يعني وهو قايل أنه ما في خلاف مع إسرائيل عقائدة قايلة باللقلو بالمقابلة بالفرنسي وموجودة فسرة هو رجع اه ماشي فسرة شو ما عملو بس مش لها الدرجة يعني تشكك بوطنيته أنا من باب الأمانة يعني أنت قريد اليوم زيارته على بكركي هي فك ارتباط بالتفاقه قال نحنا مع الحياد والتحياد قال نحنا مع الحياد والتحياد طب شو ما هو في حزب الله بس ما أحد قال كلام بالمطلع قال كلام بالمطلع رأى كلمه مزبوط والقريقة هيده الوحيد بالتصريح يا أخي ايه بالتصريح بس وين شفت أنه هو عم بيقول ما قيلة ما قيلة أنا عم استنتج عم تستنتج بوين شفت أنك أجيد ما قالها لا مش رح يقولها بس وين استنتجت بس في عمدي شغلي بدي مرقلك إياها نحن مع الحياد الذي يحفظ للبنان وحدته وجميع عناصر قوته ويحبيه من أطماع إسرائيل وعدداته ويحفظه من مخاطر الإلهام من نفسي عم بقوله البترك بها إذن ليه هجم حزب الله على البترك بعدها قال لك هناك بلازم بدي مقوّل ليه صار فيه هجومات على البترك من الجيش الإلكتروني لحزب الله أول ما بلش هاداشين بس حزب الله بعد ما أعطى موقف سفير إيراني كان بتديمه على رأس السمع كلام بيعجبه وفي حديث أنه ممكن فيه وفد من حزب الله يزور الديمه السفير سمع كلام بيعجبه أنه عم بيجي يقول نحنا ما عم نتدخل ونحنا كذا سمع كلام مواضح من البترك كيف عم بيتدخل وشو عم بيعملوا وين هياخدوا البلد وشو عم بيصير مش هادا مش هادا حديثنا بدأ أنا بدي أوصل لنتيجة آخر تنهار أنا ما في دالني بالمشاكس لأنه العالم عقلة بمحل تاني لا عقلة هون ولا عقلة بحياد وبدأ تاكل ممتاز ممتاز لا بقلة بالحياد ولا بقية مشروع أنت السياسي كيف بدأت تصير كيف بدأت تصير هيدا الوضوع شو قادر يعمل رئيس الحكومة اللي إجاء قال لك مبارح أنا إذا بدي استقيل مين بدكون قادرين تجيبوا حكومة سلمتوا تركي كتير كتير تغيلة مين سلموا سلم تركي من الـ يعني شو هو تحسين عفوا حسان هو بدي يسلم سر له أربع شهور ما بعرف شو عمله أجته فرصة الكورونا كان فيه خلص كل شي طب ليه ما عم بخلص عطيناه مئة يوم بتيار المستقبل ما بعرف بدك تسأليه عن جد لازم يطلع يصارح اللبنانية مين عم بعرقل ما بعرف يعني انتو عم تعتبروا انه في ضغوط من من مين نحنا برا ما بتقول لي من المين بس انو ليش ما عم يعمل نحنا عطيناه مئة يوم لما انحكى حكى أكتر من مدى الرئيسات الحريرو وقال انو وزير جبران بس انو هو الحاكم الفعلي اللي عم بيكون للحكومة طبعا طبعا بديك تسأليه الرئيس تياب بدو يحكي لازم يطلع يحكي يقول اخي مين عم بعرقل مين مين حطوا بواج رياض سلامة بمعركة خاسرة خسر فيها المعركة انو رئيس حكومة طويل عريض ما في شي الحاكم مصر في البنان ووظف بالدولة اقل منو كيف بس من نعمل مؤامرات على على راسي شو مؤامرات هو بدكو عد حاله هو لما تفوته على السياسة السياسة شو هي فن الدسائس والمؤامرات شو هي يعني فن هلأ هو قده سائس والمؤامرات رايح يعلم بالجامعة يعني فاكرة بدو شوية يكون هو راح يترحم لما كان يعلم بالجامعة بدو شوية مشي حاله يعني طيب بس ما انشغل هو عم ينحكي انو انشغل حتى باخر تصريح له قال انو فيه حدا وطبعا تهم الرئيس الحريري بشكل مباشر انو راحوا طلبوا من مشكلته انو فات بالسياسة مشكلته انو فات بالسياسة من اول لحظة لما انفردوا عليه كان لازم يفوت بالسياسة طبعا لو ما فات بالسياسة كان قلع لما انفردوا عليه اسمان من الوزراء اخر دقيقة ببعبده وغيرهم فات بالبازار السياسي اسمان انفردوا عليه كان بيقلع لو ما فات كان على القليلة معه شعور اللبنانيين كلهم انو فعلا مستقل مش هلأ مش متل مصار هلأ مستقل عن مين بدي يكون ما هو اللي قوة السياسية اللي سمته اللي سمته اللي موجودة بالله بالحكومة تبنى خطاب 30 سنة لورا شو كان بيعزل حاله عن الكل تبنى خطاب 30 سنة اللي بيطلع ناتيجته انو اي بدنا سادر يعني كيف 30 سنة عم بتسبون هني 30 سنة اللي وصلوك بريز واحد واثنان وثلاثة وسادر الرابع بريز اربعة بتسب كل هيدا المسار بتقول لا سادر هو الحال وعاي اساس هو الحال عاي سياسات اقتصادية على اللي عم بتسبه وبيطلع كمان اليوم بقول انا 97% من اجد طب خيب عن جد قلتلك الناس ما بتدلب انا عصفوله شايف اليوم يجي اي واحد شو بدو يعمل اليوم؟ شو بدو يعمل؟ طب الرئيس سعد الحريري فات كمان بالسياسات وفات بالتسويات وفات بالتسويات طيب يعني فات بس نحن عن كل ما نكون تقدر تحط رئيس حكومي معظومة عن السياسات؟ عن كل ما نكون منتصرين كنا نمد ايدنا من 2009 على اليوم لانه ما اعتبرين انه هيدا البلد ما بيحكم الا بانه كل فرقاء يكونوا موجودين في هيك نزامه شو بتعملي؟ بترجاع حرب اهلية لا سمح الله تاني وما حدا هيدا السياسة كانت ناش حقا بس لقلي اه بس بالاخر بتحولت البلد لصفاقات بتحولت البلد لمرق لتمرق لك بتحولت البلد لكارتريات المشكلة الرئيسة ليفجر الناس ونزلوهم على الشارع هو اذا بدك اه يعني خلينا اقولها بشكل واضح هو قانون الانتخابات عفوا اللي اقريناه واللي كان انا بتذكر كلمة الرئيس بري عشية الانتخابات لما كان وجه كتير حزين لانه عرف هذا الانون اظن لوان بده يوصلناه هذا الانون الانتخابات اللي خضنا عليه الانتخابات كلنا سوا كفرقاء شو عميل؟ طائفة لا مش قصة طائفة اوكي نظامك اسمه الطائف لانه حصل بالطائف وانت بلدك مكون من طواقف وعلى كمان الامام الصدر بقول طواقف نعمة والطائفية نقمع نحنا شو زهرنا بهذا الانون الانتخابات الاخير؟ زهرنا نظام بأبشع صوره طائفية ليه؟ لانه زهبنا من عنون ارتودوكسي حاولنا نجمله لفيناه ورجعنا على نفسه شبه ارتودوكسي شو قدى الى تشكيل شو؟ الحكومة اللي بدى تشكل على هاك قانون شو بدى تكون؟ من ثنائية طائفية ثنائية شيعية ثنائية مسيحية ثنائية درزية مفرضت بنص الطريق وثنائية سنية مفرضت بالاخر هذا اللي نزل العالم على الشارع لانه العالم ما بتشوف لبنان بهذا الطريقة وهو اللي نزلوا على الشارع ما بتقولي لعددهم مئة ألف مئتان مليون لا بدي شوف اللي تعاطفوا معهم بالبيوت ومن كل الطواف وقدا كانوا شايفينهم محقين طيب ليش الناس مش عم تنزل هلق على الشارع ليه؟ هلق بلش يبين الوجع الحقيقي عند الناس واللي بلش يتخلص عم بتشوف فيه دمار للطبقة الوسطى شهرين ببين أكتر ليه شهرين؟ لأنه كمان انت عملت هالناس اللي سحبت كل مصرياتها من اللي يسمون الأكاونتس الصغار عم بضاينهم عم تصرف؟ كل طيارة عم بيجي فيها أربع خمسة مليون من بره تقريباً عشرين طيارة بالنهار حسبيهم لا دير يعني عم يصرفوا عم يدبر حالهم عم يصرفوا بس لا شك جايين على الانهيار إذا ما يعني يعني هلأ بنج هيدا؟ إذا ما الحكماء قعدوا مع بعضهم ومنعول عليهم وأولهم لأكتر واحد شعر بهذا الموضوع عدد الرئيس الحريري هو رئيس نبيه بره مين بدير شاهيقات مع بعضهم؟ حكماء عم بيحكيكي طب مين؟ في رئيس جمهورية عنده عهده بعض سنتين ونص تقريباً وفي عنا رئيس طيار الوطن الحر اللي هو رئيس أكبر كتلة مسيحية وعنا الرئيس سعد الحريري عنا الفرنجية اللي قال إنه كمان بيرجع الحريري بيرجع بعد التسوير لا مش فضغوط هذي يعني رد الحريري بشكل واضح بالتويت اللي عملو إنه أوكي يا ستنا وفي عنا جعجع وفي عنا حزب الله وستنا التسوية اللي صارت اليوم لما يجوا فريقان مسيحيان يتفقوا لهن القوات والعونية ويعملوا اتفاق اسمه اتفاق معراب بمباركة كنسية بلبنان وخارج لبنان بيجي أنا كطرف مسلم بهدا البلد بعرضو كيف؟ من هون أنا بديلك مين عارضو؟ نا عم بيجي تقول الحريري بيجي بعارضو أكيد ما رح يعارضو بخرج عن الوفاء المسيحي وكان قبله مين محدد لي مين هن الرؤسة الجمهورية أو المرشحين الأربعة بكركي كانت قايلت لي في الأقوية جنرال عون بوقتها كان وفرنجية وجميل وفرنجية وجعجع وجميل هنا حددوه مش أنا كمان بخرج عن هون بصير خارج عن كل الخطاب المسيحي باكي تسوية باللحظة اللي حصلت فيها كان قادر العهد يكون فيه اسكى فيها ويستعملنا كلنا مين المنديد تبعه؟ يعني مش المشكلة بالتسوية مين المنديد تبعه؟ معه حزب الله معه دكتور جعجع معه طيار المستقبل طيب هو اللي كلهم منهم كافلين انه يقدر يعمل الإنجازات كله لو عرف يبني علاقة صحيحة معه طبعا تحمل مسؤولية كبيرة بنزع هذه العلاقات كله الوزير بسي اللي هم شايف انه يعني الحقوق المسيحيين بتزيد او بتنقص بموظف تزايد وموظف بالنقص اي بس ما تنسى كمان انه مثل الدورة الجمارك اللي عملوها الأخيرة اي شو؟ شو اي خمسين خمسين؟ هاي يطعم فيها هيدا الوفاق الوطني هاي وفاق وطني تسقطي ناس مناصفين 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 هاي المناصفة؟ استندوا لا لا ما عدي مشكلة استندوا بس في ناس ناشحة لتقدم طعم تسطور ما بقول في مناصفة بايك دورات لا انا عم بحكيك لانه هاقلك شو قالوا دا تحكي نحنا اذا باك تحكي اساس النفس غلط نحنا كاعلاميين اول ما طرع لنا هيدا دغري سألنا عن هاي الموضوع انه حسينيه غلط انه انه بعد الشيهن خفرة بداك تحطه وخاصة حرام المظلومية اللي لحيت باللي اخدوا علامات اخدوا علامات انتي وزعت العلامات يعني يوم واحد اخد عشرة نجح لانه مسيحي ومسلم اخد 13 سقط لانه مسلم بس ربط رئيس الجمهورية بتفسير المادة سبعة اللي هي مقتضيات الوفاق الوطني يعني وعمين بده تنسحب حتى تروح على محل دكسيونير دكسيونير العنون اللي عنده معالي الوزير جريساته شيء تمام سالين جريساته بفسر عزوه ايه بفسر عزوه مش مشكلة احنا اليوم هيدا بس هو دستوري عليك يعني جدا ما عندي شك فيه يعني ما عن بنطقص من قيمته ولكن تفسيراته بيغلب عليه على المصلحة الطائفية على المصلحة الوطنية وغير توجه السوري المعروف من زمان وعن هذا الشيء يعني اللي حاول عون بيحكوكي اكتر ما انا احكي اللي كنت بدي بدي اوصله من هالممارسات اللي عم تصير الرئيس شو يعني يطلع البترك طالب رئيس الجمهورية انه رجع شرعية رجع الدولة المخطوفة هايهنة كبيرة بزم بيفهمها رئيس الجمهورية ما بعمل بزم بيفهمها من بطرك الموارنة لرئيس الماروني عم بيحكي هدا الحكي شو يعني يعني انت عيامك خطفة الدولة انت عيامك طار البلد انت عيامك صرنا أسرة انت عيامك خسرنا بس هو عم يتهم حزب قالوا عم يدقس فين ما بينه وبين الحزب لحديثك تدخيهم هو عم بيخاطب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية اللي هو ضنين بالمحافظة على مصلحة البلد وبالمحافظة على يعني اذا بدك وين مخطوف الشرعية من عند الرئيس وين مبارح بتقولوا انه هن الحاكمين طيب رئيس جمهورية وين اللي كل ما في برعا ينشاهل يتحطوا اللي بيأمر منه يا اختي رئيس جمهورية وين فاتوا بكل شيء وبارح بعدكم بتهمينوا وين كهربع رئيس جمهورية اليوم ما قادر يطلع موفد بمثله مباشر عدا موظف دولي بردبة لواء اسم عباس إبراهيم الى الخليج قادر يطلع جبران يبعته مثلا مشوار على الخليج بعد جريساتي بعد حدا من التكتل تبعه وحسان دياب ما قابلين مش قابلنين استقبلوه برا هو الموقع اللي واق التفاوضي ومقبول من الكل هو يعني اختار الشخص لا هو ما عنده حدا لا لواء إبراهيم بوجه استخدم علاقاته اللي لواء إبراهيم منيح اللي نسجه بالعملية الامنية وانحنا منكنن له كل احترام هو منعتبره واحد من البات بالنسبة لقلنا بس كمان نخشى علي ليه ما طلعتوا قلتولو هيك ببعبدة لامين للرئيس الجمهورية وين بالحوار بالطاولة اللي دعا لقلا ما في طاولة بعدين ليش تتخشى علي ما في طاولة يعني انت على القليلة بتقول انك دقات بواب أخشى عمين ليش بتقول تخشى علي واء إبراهيم بالقليلة هو عمل مهمته طلبت منه مهمة يعني معاوضين علي انه ينجح هو معاوضة يحطه على أكمل وجه معاوضين علي ينجح بس ليش ما بتقول انه اخر شي انه دق بواب اللي بده يساعد بيكون عطى نواية المساعدة ما في شرق هلأ مبقى في هلأ شرق وغرب لأنه جاي اللوتغيون جاي الأربع تم عطى الفرص بهدا البلد هذا البلد منذ يعني حكم السفرة من زمان عبر التاريخ وهو يعاني عيام السلطنة مش من هلأ إذا بترجع على التاريخ وتقرأ مصبوط بالتدخلات اللي كانت تصير فيه شمال ويمين وروس وفرنساوية وأماركيان وهولنديية والبادكية هون الفكرة اللي أنا ما خليتيني كفية عن موضوع الحوار حوار ثلاثي الأبعاد ما بين الدولة في مجلس النوات في الخط النهار فيه كل كل الأحزاب كل الأحزاب وكل القوة وكل القوة فيه عند الكتاع خاص لإذا فرط اليوم هو الوجع الرئيسي هيكون بالبلد فإذا هو مؤسس سيبي يعني سيبي أساسي وفيه الناس اللي نزلت على الأرض كمان جمعت حالة جاهزة ثلاث أربع تشكيلات للحوار معين كيف نحصن هذا البلد لازم يصير هذا الشي عمرك 100 سنة صار من 1920 لل2020 وعمرك 100 سنة وبعدك مش عارف شو بدك مش مضبوط يعني اليوم أنت ما في يدل البلد سبيتركيبي بالنزام غلط حسنا هذا الخوار كيف تناقش عليها؟ مسموح تناقش حول النزام؟ لا طيب النزام عطيك تطويره نزام الطائف عطيك تطويره بس نحنا ما بنقره شو قيلك نزام الطائف؟ إلغاء الطائفي السياسي بعد مننا انتخابات شو؟ لمجلس نواب خارج القيد الطائفي بعد مننا شو؟ مجلس شيوخ طائفي بانتخابات نص بنص طائفي ورابع واحده والأساسي إلا مركزي الإداري الموسع طيب ليه ما نبلش حق ورع هول؟ لما هول طائف أجا قالك بتركيبته أنه أنا من النهاية؟ أنا وسيلة للوصول لها النهاية لذكرتها طيب ليه ما نعمله؟ دائما هالحوار شي مرة يكون هدا الحوار للمستقبل إما حواراتنا نحنا إما عشي آني يعني حدث آني بصير وإما لورا عالماضي طيب بوكين بل قدام ما فيه؟ إذا اليوم دعاكن رئيس الجمهورية هو دعا للرئيسات حريكة دعا للرئيسات حريكة عالطاولة وأنتو قطعتك ولا إذا صار دعا وتاني ما حنطلع ولا ولا نعتبر نهاية التسوية هي نهاية العهد بالنسبة لألنا خروجنا من التسوية خروجنا من العهد انتهاء العهد يعني أنتو لنهاية العهد ما بالنسبة لألنا انتهى العهد خروجنا من التسوية انتهى العهد بس نحنا فيه فرق خرجنا من التسوية بس ما خرجنا من السلم الأهلي آه هيدا موضوع تاني هيدا موضوع تاني خروجنا من التسوية والدور الأساسي عم تلعبوه هون "- النهاية ... بالكل عم يشهد نهاية التسويه بالنسبة لي نهاية التسويه? يعني کہه النهايته العهد قبل ما ينتهي؟ إي ... ثان ما انتهيه هناك الرئيس، النهيهم العهد مع حسندهيه أقوى من العهد مع سعد الحريري هو يقارن اغتيتunu يعني مكان قبلا، مين حكى السنية المارونية يعني مثاه olha آہ اتفاق السنّى الماروني رفضنا هذا الكلام رفضنا هذا الكلام أمنز diferença sean uprights Lian لا لا ليه أبداً يكفي بالعكس شو بدك نحنا معارضة بناءة منا معارضة تهديمية ما منعط الحكومات نحنا لكن أي حوار أنتوا بتكونيه هلا هلا فيه وقت للحوار خلي هلا لما استلم البلد لما استلم البلد أنا بيحكي عن حوار تأسيسي للبنان الجديد حوار تأسيسي مش معها شو دخل رئيس جمهورية فيه ما عم بيحكي أنا شايف مجلس نواب فيه هيدا اللي عملك ايه بقلبه طيار الوطني الحر مجلس النواب فيه كتلة يا طيار بتعمل حوار تأسيسي ما بتنقذك الكلمة لا لا حوار العارف بال2020 شو بدي البلد يعمل عفوا بال2030 شو بتعمل هلا مين شو بيصير في عندي أربع أربع عنوين طرحت أنا من صلب اتفاق الطائف فيها نتفاق عليها فيها نعشة يمكن جزء كبير منه 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 منصوص بده قوانين وبده يعني بده أنك تتشرق بيه أكتر بعقلك وهيك يمكن تقليلي أول عشر سنين نروح ندلنا مجلس النواب طائفي ونعمل مجلس شيوخ طائفي وبعدين نظهر منه هذا حوار ما بعرف لوين بودي بس هذا الحوار لازم يصير معاش فينا نبقى نحنا بالحلقة المفرغة لأنه هذا نظام بيجمع الرئيس بري رؤسة الكتل النيابية بمجلس النواب وبيجوا كمان ممثلين عن القطاع الاقتصاد اللي عم بتقول انت نهن اللي هلأ قطاع الخاص بيحمل القطاع الخاص وبيصير فيه هيدا الحوار التأسيسي بس انت عم بتقول نظام وهيدا العهد بعده موجود مجوع من شهور مجلس النواب عم بتحكي عن كتلته بس ما في رئيس الجمهوري فيه يا ستة انا عم بحكي مقاوية لبنان الكبير ما رأيت من فتاة طب انا ما بدي فكر بالمية تانين ليه حق الصين تفكر بالمية تانين وامريكا تفكر بالمية يمكن اصغر دولة بالعالم تفكر بالخمسين ليه انا ما قليه حق ما عندي طاقات بيانت نزلت حكت عطت اراء عطت افكار احسن الافكار اللي نحنا حكينيها ليه ما بدي اعطي فرصة للناس ليه هل انا ببني دولة بهالقانون الانتخابات اللي نحنا اكر ولي صارت عليه الانتخابات كمان في كتير قصص لازم نحكي فيها بس هلا بكتاعت تحكي بس العتيل بالارض ما هني بقولولك العتيل لم العتيل وداوي ورجع احكي بأيا شئنا عم ابينا نزامنا كل اذا بدك زعمة مبادهم موجودين صح بس سر اتفاة الطائف عن شخص اسمه رفيق الحريرة استشهد رفيق الحريرة تعطل نزام فيك تقول غيراك بس فيك تربط نزام بشخص لا لا برابطه بمعادلة دولية يعني هو استشهد السوري انسحب اللي كان موكل من المظلة انه يطبق هيدا نزام داخل لبنان شو عملنا بعدها عشان هيك بدي روع هيدا الحوار بيوديك هيدا الحوار بيوديك هيدا الحوار ايه بيودي لما بدو يودي قديش بدو اه تحطي له تايم لين تحطي له تايم لين تايم لين تايم لين والناس يا اختي انا عم بحكيك عن شي مفصول عن مستقبل البلد الناس يشرف حسان يشتغل شو بعمل له يعني ما عادر يشبه يفل مش عم بتخلوه اه شغلتنا بالمعارض انعرض طب اذا فعل مي بل طب اذا فعل مي بل وانه يجي هلا ما هو مبارح كامل تصالح مع نفسه اهل انا مش متمسك انا بعرف انه اذا فعلت ما في حكومة قبل سنتين شو بتنطر لا خلي حكومة حقلي ما عندي مشكلة هذا القرار الاستئالة وعدمه بيده بس انه هو بهيدي الطريقة هيذكره التاريخ انه فرط البلد على ايامه اذا هو مقصود فيها خليه الله يبرك له شو عندي مشكلة هو استلم بلد فارط اوكي على رأسي بس العالم تعرف البلد فارط ناس تعرف البلد شو تعرف البلد شو تعرف البلد يعني بدك هلأ هو انه ينجز انجز عدد لكيهن عدد لكيهن لا ما عاملك بدك ينجز ما عدد لكيهن ايوانو جابولي شي دولار على البلد جابوا دولار على البلد جابلي الكهرباء قدي عم تجي الكهرباء ببيروت الدولار مش مرتبط فيه قدي عم تجي الكهرباء ببيروت جايوبين يعني قدي عم تجي بصيدة، قدي عم تجي بتربلس، قدي عم تجي بالضاحية، عم تجي ساعتين، طيبة شكرا، إنجاز عظيم من السبعة وتسعين الله عم سخفات، يا أختي خلاص، يسكت طيب، معاش يحكي، ما يقول إنجازت، ما حدا نضربه عيده، إله تعال إنجاز ما يحكي، بسهولة، في شغلة، شو كان بيعمل أيضا، شو كان ممكن يعمل؟ يا أختي، خلينا بيها الجو العام الموجود، بيها الضغط الموجود على الجنين، بس خلينا نقول شغلة لنعطي فيها حق للناس، أنا دايما بهمني ناس والعالم، ليه؟ لأنه، بالخمسة عشر سنة الأخيرين، كلنا منتحمل عدم إذا بدك، يعني صراحتنا مع الناس، هيا نعترف، كلنا سوا، كل الأحزاب وأعطي أمثلة صغيرة، يعني ملف النفايات، بش صارت الأزمة بالألفين وأيام حكومة رئيس السلام، إذا ذاكرة، طب بعدنا لليوم نحنا، وأنا بأكد لي، إذا ما صار فيه أراضي للطمر، ما بتنحل أزمة نفايات، طب ليه ما كنا طلعنا من الأول، بوقتها، قلنا للعالم، بهذه الحكومة اللي كان فيها كل فرقة، آخرت النهار، حكومة رئيس السلام، ليس حكومة من لون واحد، إنه نحنا بدون أرض لنطمر فيها، ما بيمشي الحال، وبلشت، خبرة نفايات، صاروا اللبنانيين كلهم خبرة نفايات، ويعطوا قراء وشمال ويميوية، شغلة سهلة، صدق، أكثر طريق لتوصل لقلب الناس، وهذا اللي خلت مباني الدولة، ثقة مباني الدولة، والناس تنفقت، بس أنتو كمان الناس عاموا عليكم، عاموا عليكم كتير، مش شوية، أنا مني برا، طب ما قللي شو الملف اللي على عهد الرئيس سعد الحريري وصل، أنا سمعتهم للناس، طب ما كمان وزير الطاقة اللي هو بيقول لعشر سنين صار لوزارة الطاقة مع وزير، طب ما كانت بيعمل الرئيس سعد الحريري، فاهمي، بس كان هو رئيس حكومة، طب ليش كنت عام بتحمل هلأ حسان الدياب؟ كانت معالية اتصالات، قدي عملي أرباح الاتصالات، وقدي خسران الكهرباء، إذا بتحمل هلأ حسان الدياب، مسئولية شو عام يعمل وزير الطاقة، أو وزارة الطاقة على مدى السنوات الماضية، عام بحمل الفريق اللي جاب حسان، مش حسان، مين الفريق اللي جابه؟ شو جابه، هو رئيس حكومة هلأ، كيف أنوان هو يعني رئيس حكومة؟ كيف أنوان رئيس حكومة؟ شو كتلته القوي، قدي سنة عطو، إذا بدنا نروح على الوفاء الوطني، كم سنة عطيه، أصوات، ما في إلا 27 من 27 شاعي عطو، فقط، هو اللي متوافقين عليه، من التسعة وستين صوت، شو يعني؟ بديك تقريلي إنو جبران ما عم دير الحكومة، بديك تقريلي إنو لما شوية عند عليه، رفع له خيار إنو بنا غير الحكومة، مين اللي تدخل؟ هزب الله أنت ما تتغير الحكومة، لأنو بيعرف هزب الله أنو الفراغ طويل إذا راح للحكومة، بودور، طبعا بالنهاية هن عندو أن التلت المعطل بالحكومة، هو بيعرف مظبوط، متل ما كان يعرف الرئيس سعد الحريري مظبوط، إنو كان بدو ينسوش تفاهمات مع الكل، كمان الزلماء عم ينسوش تفاهمات، وعم يعرف إنو بدو لحتى يقدر يوصل على حل بدو ينسوش تفاهمات، عادي مشكل، بس أنا إحنا آخرت النهار الموقع اللي نحنا فيه، عنا ثوابة معينة عنا وجه للبلد بدنا ندافع عنه، بدنا ندافع عن الاقتصاد الحر، بدنا ندافع عن موضوع الاستقلالية القضاء، بدنا ندافع عن عدم استخدام القضاء لغايات شخصية، مثل ما عم بيصير اليوم، بدنا ندافع ليه مصار التشكيلات القضائية، لأنه في قضي بيعني فريق سياسي معين، ما بدو نياه يطير من هيدا المحال، ومن كل موبيقات، أوكي، معاودين عليهم، لكن ما أجعل ميلا حود، عم تحكي عميلا، عمل فينا نفس العقلية، يعني عم بيكرروا نفس العهد طبعا، لحود بـ 98. أستاذ أحمد عم تحكي عن الصدق، خلينا نحكي عن الصدق، كم مرة، كم مرة بحكومة الرئيس سعد الحريري، يطلع، نكون هو المفترض أن يكرروا شي كانوا بالجلسات، يطلع جبران باسير يقول لا، ويرضخ الرئيس سعد الحريري، حكومي كلها تناقش، وين طلع رئيس حريري قال، بإحدى الجلسات بشكل واضح وعيد، إذا أنتوا بدكن، تعلقوا نياشين بالإصلاحات، أنا قبلان، بس أنا بهمني تمشي هذه الإصلاحات، لأن هذا الزلمة آخرت نهار، ما شايف يعني، ما في واحد بيجي ما بدو ينجز، بس أشكال الحكومات اللي كانت عم تجي، مناكفات اللي صارت مبان العونية والقوات، أنت بتعرفي، اتفاق مع رب مضايا، يعني يمكن بأول انطلاط العهد فرض الاتفاق بعد فترة صغيرة، كمان هذا أثر داخل الحكومات، أنت فكر، لا أنا عم بقول الإدارة السياسية، طبع، العونيين كانت مش زكية، لأنه لو استغلوا العلاقة المليحة مع المستقبل، مع القوات، ومع رئيس بري، طبعا، حسنوها أكثر، ومع حزب الله، يعني قادر جبران باسيل بالشغل يعمل رئيس الجمهورية، ليس في المناكفات، يعني قادر بالشغل يعمل، بالإنجاز، وقادر رئيس عون صار همه، ويأتي باسيل وراه، كيف يؤمن له الوراثة، مخلونا، كلمة مخلونا مبارح، الجنرال روكوز، قال له ما عاش تقول لي مخلونا، هذا واحد من البيت، خليني تدير الرأي العام للي قاله جنرال روكوز، واحد صهره، عديله، شو يعني؟ ما خلونا، وزير الطاقة، يعني هن ثلاث أربع وزراء اللي مرقوا، أو ثلاث وزراء اللي مرقوا على وزارة الطاقة، كم خطة حطوا، وما خليتهم يكررهم، بس مشكلتك أنه مشاكل مع الكل، مشاكل مع اللي معه واللي ضده، شو عامل بجاش؟ شو عم بيحاوي يعمل بجاش باسيل؟ حاول يفوتوا بموضوع الحدود، بوجه موضوع التهريب، هذا موضوع أكبر من لبنان، صح؟ هالموضوع اللبناني، يريدوا ترسيم حدود أولاً بين لبنان والصورية، ليه؟ لأنه خايفان إنه قائد الجيش يعمل رئيس الجمهورية، برأسه هيك، دايماً هو عنده هاجس، من اللي عم بنفسه على رئاس الجمهورية؟ يريدوا يحط الجيش بأي طريعة بوجه حزب الله، بهذا الموضوع، طب ليه؟ بيطرحوا إنه بنا نوزر قائد الجيش، ليه يخدوه طرف سياسي، طب هدا كلام، المؤسس الجيش آخر مؤسس يوافي عجراء عنه، ليه بنا نضربها؟ والجنرال جوزيف عون عينوا العهد، مش طاير مستقبل، ليه عم تصير عليها الحرب؟ تفسير إنه في حرب رئاسية، فعلا، إنه لا يعني، ليه بالحروب، طب ما جرب بناحية تانية، ديبلوماسية، ليه ليه ما بتمشي؟ جرب، أساساً، لو وصل للرئيس عون، يعمل رئيس، شو عمل؟ حربان إلغاء وتحرير، ما عمله رئيس جمهورية قبل، اتفاق بمعراب، يعني تفاهم سياسي، بس كما كان، بس تقدر تقول إنه هو مش أكبر شريحة، تمثيلية، مسيحية، عم بتمنى من، يعني الناس اللي وراي يقتضوا فيه، إنه هو جرب الحروب، ما مشيت، قعد بالمنفى فترة طويلة، رجع، رجع كمان حروب بالسياسة من الألفان وخمسة، لإتفاق معراب، بس شو اللي جابو، شو اسمو، تفاهم، مش حرب معراب، بس متفاهم، معراب، هو اللي جابو، طب اليوم، اللي بده يعمل رئيس جمهورية، واللي طامح، وهالطموح، مانا شغلي عايب، أبدا، حدا ضد هيدا الطموح، ولا بينتقس منه، بس كمان فيه، المسيحية أولاً، ما دي مشكلة، بترجع حقوق، فيه حقوق راحت على السنوات، وين؟ بترجع حقوق مسيحية، وبترجع بتنطر إلى الطويلة الدين، الجمهورية، وهيك نعم بيفكر، الجمهورية، مثل لبنان، بحاجة لحكيم، مش لحاكم، بدك يسلم، ولو طرنا في الحاجة لحاكم، لأن البلد على صوص ونقطة، طرنا في حاجة لحاكم، لأنه بدك إيد من حديث تضرب بالنهاية، ضد دكتاتورية نحن، نحن نقول ما من نهاية الحل، طيب، منفهم إنه من الآن، وحتى أن نهاية العهد، لم يكن هناك لقاء، لا بين الرئيس سعد الحرير، والرئيس الجمهورية، ولا بينه، ولا بين الوزير جمهوري باسيل، ولا حتى على طاول التفهم، ولا حتى على موقع رئيس الجمهورية، ولا تفهم عشو، بدك تطلع من الأزمة بالنهاية، بدك تتفهم مع الكل، يعني، خلينا نشوف هال، أربعة شهر، خمسة شهر، وين بيودونا؟ ليش هال أربعة، خمسة شهر؟ لأنه صراع، صراع اليوم لن يحل قبل الانتخابات الأمريكية، طب، ما بترجعت وديتني على الانتخابات الأمريكية، معلية، حسانة يابو لها إلا أحد أخصه، أنا حطيت البلد بهالموقع، طب، سؤال أكبر من هك، سؤال مباشر للإخوان بحزب الله، مين رجع فتح موضوع سلاح؟ لو وصلنا للحياد اليوم، مين؟ مش حليفك؟ مش زياد أسود، أول من فتح أنه رغيف، أنه الأمريكين جاينا بعرض، إما رغيف، إما المظلوقية، طيب، مين فتحوا؟ بس مين فتحوا؟ مين فتحوا؟ مين فتحوا؟ مين فتحوا؟ مين فتحوا؟ خطاب ما كان، أجد 17-20، ما حكيت بسلاح كله سوا؟ مين فتحوا؟ بعد مننا أجد يوم السبت، اللي على الـ 15-50، بعد حكي، بعد حكي ألاعهم، بعد حكي حايق، سنتعن تتمثل بأشخاص معروفين وين بيصبو، معروفين كيف توجهاتهم؟ مين رجع البوصلة لترجع لعن؟ رجع البوصلة لأوين؟ لحتة الشعجس؟ لسلح، طيب، بس أنه هن، يعني، إحنا بكل المعارضة اللي عملنا، ناسنا تعيب علينا لما نحكي بهذا شي، لأنه إحنا إلنا ما بدنا نخرج من موجبات الوفاق الوطن، وخرجنا من التسوية، ما خرجنا من السلم الأهلي، يعني، وهي دا بيعني أنه أنتو هلأ بإيد وبدهر حزب الله، شو بإيد وبدهر؟ لا، بإيد وبدهر، بموجهة أي مشروع يستهدفه؟ عنا موقف واضح أنه موضوع سنق، ضد أي مشروع يستهدف حزب الله؟ رئيس حريري من عن بوش، هو المقاومة، هو حمد دهر المقاومة، رئيس رفيق الحريري، قبل رفيق الحريري، رفيق الحريري شرع المقاومة، ما بيعترفه، بس هو شرع، لأنه كانت ميليشيا عملها مقاومة بعد ال96، هو بقرار ال96، طبعا معه إقليميا سوريا وسعودية والكل، مش همقول له واحده، ولكن علاقاته ساعدت بها، بس المقاومة شرعية من يوم يوم، بس عالميا اعترف فيها، من يوم يوم، مش همقول لك، اعتراف فيها عالميا أجم، بعد شو، الحق بأنك تقاومه، ما كان قابل ال96، ماشي، وكل بيانات الوزرية، بقي هذا الحق، بقي هذا الحق، بكل بيانات الوزرية لكل الحكومات، بقي هذا الحق، عالميا لم يكن موجود، كان لبنانيا بالنسبة لنا مئتين عين فيه، بس شرعناه عالميا ما بيكون أقوى، ما بيكون تحصين، بلا، شو كنا، وكنا بايعطي الفكرة، بحزب الله، لا، ستبقى بتستواجه أي مشروع يستهدف حزب الله؟ بالموضوع حزب الله، رئيس حريري من أمريكا قال، بوقتها، بموضوع صلاح حزب الله على طاولة، الحوار ضمن استراتيجية الدفاعية، احنا ولا بمفرق من المفارق، يعني اعتبرنا انه، الشي بصير بالشدة، أو بالقوة، بهذا الموضوع، وهذا بده موضوع التوافق دول، لأنه، طيب يا خي، وهذا اللي عم بيطلب مني أعمله، إذا أنا ما، إذا هو مش قادر يعمله، كيف عم بيطلب مني أنا أعمله؟ مثلا، مثلا، إذا هو الغربة أو غير، مش كارفيش، ايه الرئيس حريري كل مرة، طب، هالتهريب، أنا ما بيقدر عليه، الوضوح، فيه أقمر صناعية من فوق، فيه طيارات، وفيه كل شيء، رح أسألك أسئلة كتير سريعة، لأنه طالش ينتهي وقتنا، الفتن السنية الشيعية، لن تكون، ولن تقوم، ولن تغذى، مدام، يعني، الرئيس سعد الحريري، مقتنع، وموجود بهذه المعادلة، وحامي هذه المعادلة، هيدا صار من المسلمات، صحيح، وماذا عن الفتن الأخرى؟ شو يعني الفتن؟ يعني الفتنة ممكن بأي، بأي، لا، لكن، بدلا دلنا وعيين لهذا الموضوع، لأنه البلد مش مفصول عن، عن، وواقع المنطقة، يعني بيصير فيها، خيرت النهار صراع بالمنطقة، هو صراع سياسي بالأهداف، ولكن أي خطة طائفة بالأرض، منذ احتلال العراق، لليوم، هو فتح هذا الشيء، وإذا ذكرها، بتذكر رئيس الشهيد رفيق الحريري، كان عنده وهذا الهاجز، وشاناك بلش حوار مع السيد حسن، قبل الاغتياط اللي حصل، لأنه هالفتن السنية الشعيرة، بلشت طلبة رأسها من العراق، ما تيجي وتوصل على لبنان، وعلى المنطقة، يعني على كل المحيط، نجحنا بلبنان لحد كبير، بأنه أوكي، دلت بالنفوس، نكذب على بعضنا، لا، في بالنفوس، هيك، تحسي ضغاء ما بين لبناني، بس ما نزدت على الأرض، وهذا الشيء الأساسي، والرئيس، وحندلنا عمل السعاد، وهم أندلنا باحتواء، ايه، بدلنا بالاحتواء، هذا المهم، بسبع عقب، ماذا سيحصل؟ بسبع عقب، حكم المحكمة، ما هنستهون بالحقيقة، نحن، الرئيس سعد حريب، وسيكون لكلام آخر، بسبع عقب، ننطر كلامه، بس، يستند إلى هذه المسلمات كلها، اللي هو بعده مقتنع فيها، لكن ولا مرة، نحن كان خطابنا بعيد عن، عن مدرسة رفيق الحريري، لأنه ما فهم، عم نقرأ بالكتاب، عم نقرأ بالكتاب، عم نقرأ بالكتاب تبع رفيق الحريري، آخر تنهار، سبع عقب، هيكون في موقف، واضح للرئيس، بكل، يعني بكل، موجباته، خلي نقول، فهو كمان تاريخ مهم للوزير جبران باسيل، سبع عقب؟ ايه، هذا طبعا، بغطى عديد تاريخ هذا، سبع المحكمة، الآن التاريخين جدليين، يعني في ناس نضلت، نحترم نضالة اللي صار، بس انو ياريت برجع للنضال اللي كانت علي قابلتا، طيب، المؤتمر، مع انو كنا احنا بمحل تاني قابلتا، صحيح، كما كان هوني، هونيك، منقلبت هلأ عرفت ايه، تقلك انا بس، ايه، انا بقولها، معندي مشكلة، المؤتمر، مؤتمر طيار المستقبل الثالث، صحيح، يعني الظروف كتير تغيرت، وصورتوا عم تمشوا بين الألغام، شو كنت كنت طلعوا تقولوا لنا، أول شي جمعتوا الكوادر، وين مملكة من الطيار المستقبل اليوم؟ ليش نقال انو في ناس على، عندها مرضى عنو من المرضيين، وناس مش من المرضيين، وانت منك، وانت منهم، يعني نحكى انو مش راضين عليك، وفي، يعني، 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 بهذا الموضوع الحزبي اللي موجود عندنا، أولا مرة كانت علاقتنا مرتهنة، يعني بأوامر، في نياش بصير مع كل الأصدقاء، مع كل الدول الصعودية، بالنسبة لنا المملكة العربية السعودية، تأسيسية بعائلتنا، مش شيء للحزب، شيء للتيار المستقبل، تأسيسية باللي صار مع رفيق الحريري، لأنو ما مننسى الفضل اللي كان لقلها على رئيس شهيد رفيق الحريري، اللي هو أسس هذه الحالة، سياسية من وراء هذا الفضل، ولو ما كان في هذا الفضل ما كان أسس، هالشي اللي أسسوا كله من مؤسسة حريري، من تعليم، من بعد دخول على الحياة السياسية، ومن بعد استشهاد وتأسيس تايار المستقبل، الفضل الاول والاساسي محال ما عمل هادا الزلمي الثروي طبعه، بمساعدة المملكة العربية السعودية، وأهل مملكة العربية السعودية، وحكام المملكة العربية السعودية ونفتخر بهذه العلاقة، وما في حياتهم، هون مفي حيات، عب بقلك هادا هاببhon 보시면 processesوopher行 security ورا مرة استعمر رفيق الحريري علاقته بالمملكة العربية السعودية أو سعد الحريري علاقته بالمملكة العربية السعودية، زد حضم بالبلد، لماذا؟ لتكون واضحة وأكبر مثال على ذلك لما ضربوا الإسرائيلية محطات الكهرباء كانت حكومة من؟ 98 رئيس سليم الحوص أعطوا الحكومة ما أعطوا رفيق الحريري لا يعطي الحكومة ولا مرة كانت المساعدة إلا مباشرة للدولة أو للمؤسسات مثل المقاصد وغير وغير فهذه العلاقة ما فيك تفصلية اليوم بالنسبة لإلنا عن الوجدان طبعاً نحن مملك العربية السعودية ومدعمين رئيسيين معنوياً ومدعمين رئيسيين سياسياً بكل هذا الخط السياسي ولكن ما بتفوت تدخل بهذا اسم من هون بالزيد واسم من هون بالناقص هذا هو موضوع داخلي بالتيار المستقبل 25 نحن رحين على مؤتمر ما هو الشيء المميز اللي رح تعملوه شو الشيء الجديد اللي تدير التقز على كل الدروس اللي أخذها تغيير بالهيكلية شامل كامل بالهيكلية شامل تغيير بالهيكلية التنظيمية شامل بشيل القصص اللي كانت تشبه بعضها عند كذا طرف يعني احنا كان عنا شوية بمحلات معينة ازدواجية يعني فيه هذا بشتغل بهذا المحال وبشتغل بالمحل تاني بمحل تاني فيه واحد غيره وبشتغلها الشرط هذي كلها عم نوحدة بطريقة معينة برعينا بتعطي افشنسي اكتر وحيوية اكتر داخل الحزب بالنسبة لنا تأسس لشو للمرحلة المقبلة بمفاهيم السياسية دخلية والتعاطي مع الاخرين السياسية لبرا سياستنا ورؤيتنا للاحداث اللي عم بتصير الاقتصادية الاجتماعية بدأت تحكي عن المتغيرات ما بعد 17-20 لانه بالنسبة لنا ما بعد 17-20 كل الطروحات اللي كانت قابلة صارت برا تاريخ مفسري هيدا بدك تجي على طرح جديد شو موقفك من صندوق النقد شو موقفك من موضوع المصرفي وغير 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 ومعاولين تنطلقوا منه لهيك إعادة هيك لم الشارع أو القاعدة الشعبية لكن الرئيس آخر تنهار عم بيرمم زعام الوطنية اليوم منذ خطاب 14 بط لما طلع حط النقاط على الحروف اليوم العمل الداخلي اللي عم بيقوم فيه معنا بالمتابعات فيه شغل على الأرض عم بيصير تخديره فيه شغل داخل بيت الوسط عم بيصير فيه استقبالات عم بيصير الرئيس فاتح اليوم ليسمع للناس لأنه آخر تنهار معلش موضوع التسوية من بلع عنا عندنا يسمع للأمانية وهو بيقول أنه خسر كتير منهم أكيد فيه ناس ما تركته قاعد بالبيت أنا سمعتها بالانتخابات النية طالما أنتم متحلفين مع العونية ما حنزل أنتخذ بس ما ننضوتكم ما راحوا محلتين فيه سياغة تحالفات جديدة رح تكون من هلأ بعدنا هلأ نحنا مش بهذا البحث أو فيه ناس طبعوا رح يرجعوا فيه ناس كانوا جوا رح يطلعوا نحنا اليوم بمضوع بمضوع فيه انتخابات أصلا فيه بقلبه هيدا المؤتمر لا ما فيه لا ما فيه انتخابات ما فيه انتخابات بس فيه توزيع مهام جديد طبعا طبعا فيه نظام داخلي جديد يصوت عليه هي تالة جلسة هيدا المؤتمر الثالث أينت صار بتاني؟ نحنا بلشنا واحد بالألفين وعشرة فيه تأسيسي أساسا بتالي بسام بالألفين وسبعة برجع الأول بالألفين وعشرة تاني بالألفين وستعاش تالت بالألفين وشين هلأ هلأ دي صار وقت صار مارئة أعلى نعم متغيرات كتير حصلت بألفين وعشرة ألفين وستعاش أرجلنا سنتين وكل أربع سنين فالهدف الرئيسي أنه اليوم أنت يرجع الرئيس يكون ماسك كل المفاصل الرئيسية داخل الحزب ويرجع يقدر كمان هذا الحزب يكون رشيء ليتابعه للرئيس بكل الخطوات اللي عم بقوم فيها ليكون رشيء الحزب بدك يعني ضبط به شو يعني ضبط؟ يعني هيقات كتير يكون عندي كتير حيقات يكون عندي كتير ويأسس لانتخابات كتير مناصر يكون عندي كتير رتب بيقدر يأسس لانتخابات هلأ مع وقت لآخر العهد نعم نعم بتقول إنه هلأ مش مطروح عنده هو سرقايل أكتر من المرة أنا خلص عنده شروط به هو عنده وقت يرجع يرمّن بهدوء 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 سنتين وشوي سنتين وشوي بيرجع بيجي رئيس حكومة وين؟ بعد سنتين بعد بالعهد الجديد بركي إجا الرئيس بركي إجا الوزير باسيل رئيس لا بعرف بدو يرجع ستة سنين يرمّن نعم مع باسيل ما بيجي ايه ما هيلي عامل لك خلص يعني هيدا عرار لا عودة عليه موضوع العهد يعني موضوع الانتخابات الرئاسية بعد بكر عليها تاني بعد بكر عليها رح نشوفك بأي موقع وين؟ بالحال ما بده الرئيس في شيء في تغيير شو؟ للموقع ها بعد لتطلع النتاج بتشوفي هلأ بدو فيه هلأ في نتاج نتاج تعلن بـ 25 بعد آخر الجلسة الختمية رح ننطر هلأ المؤتور لأنه يعني كتير فيه أمور بتبين توضح كتير لما يزيد الحكي عن هذا الموضوع بيبين قداش فيه اهتمام ايه طبعا بالشي اللي عم بيصير وهذا شيء بيخلينا يعني نرتاح لأنه ما بنعمل شيء عم بيطرحوا عليه أسئلة هذا شيء إيجابي رأم رأم أساسي ايه طبعا أنا بدي أتشكرك شيد أحمد الحرير الأمين العام لطيار المستقبل لم أعرف زمن بعد من شخص وشون بدو يصير التيفي وبتمنى يعني يدل البلد اليوم تعتقد رايح الأمور على الأسوأ موجود فيه حكماء بيعرفوا اللحظة بالأطوى بشكل صحيح وبيقدروا يدوروا الزوايا يعني نعاول على الرئيس بره أكيد بكتير من الخطوات رئيس حرير اليوم بكل خطابات وما فقد البعض الوطني السليمان باك فرنجية طبعا اليوم اللي عم بيقوله البترك بموضوع الغيرة على لبنان وعلى مصلحة لبنان وعلى موقع لبنان كمان هو بيعنينا في لحظة من اللحظات يجب علينا انه نعترف المزايا دي معاش توصلة محل بدنا المزايا دي وصلتنا بكل المراحل عبر تاريخنا لنكسات ونكبات وغيره بدنا نكونوا واقعيين شوي يجبنا نحط طواء على لين طواء على لين هو النقطة على السطر اللي بيستعملها دايماً الرئيس سعد الحريقة شكراً لكم إن شاء الله بتكون هذه كمان بداية طلالات معك أكثر من مرة